بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة كشفت دراسة جديدة أجرها مكتب الأمم المتحدة أن أكثر من خمس نساء أو فتيات قتلن في المتوسط كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن عام 2021 وأكدت الدراسة أن هذه الأرقام تدل على أن المنزل ليس مكانا آمنا للعديد من النساء وسجلت آسيا أكبر عدد من جرائم القتل المرتبطة بالنوع الاجتماعي على الصعيد الخاص في عام 2021 في حين كانت النساء أكثر عرضة لخطر القتل على يد شركائهن أو أفراد الأسر الآخرين في إفريقيا وفي العراق سجلت السلطات الرسمية المعنية بمتابعة ملف العنف ضد المرأة العراقية نحو 14 ألف حالة عنف خلال العام الماضي ويؤكد ناشطون وناشطات أن الإحصائية المعلنة عن العنف الأسري لا تمثل سوى قمة جبل الجليد بسبب عزوف الضحايا عن الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون له خوفا من التقاليد الاجتماعية وعقاب الأهل وبما أن العراق لا يملك قانونا للعنف الأسري فهو يعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بتأديب الأبناء أو الزوجة ضربا وتشير إحصائات إلى تزايد العنف ضد المرأة في العراق بعموم المحافظات ومعظمه يأتي من خانة العنف الأسري وأغلبه من قبل الزوج ناهيك عن العنف في العمل والشارع ومن قبل بقية أفراد الأسرة وأصدرت منظمة بناء اليوم العراقية دراسة عن العنف الجنسي ضد المرأة بيّنت أن 5% من النساء تعرضنا للتحرش في البيت و2% في مراكز الشرطة و7% في مكان العمل و34% في الشارع و16% عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبنسبة 5% تعرضنا للاغتصاب من قبل الأب غياب الرادع القانوني أسهم في تعنيف المرأة في العراق مع وجود ثلاث مواد في قانون العقوبات العراقي تبيح وتشرعن العنف ضد المرأة العراقية وهي المواد الواحدة والأربعون ثلاثمائة وثمان وتسعون أربعمائة وتسع وتسمح المادة الحادي والأربعون من قانون العقوبات العراقي للزوج الحق في تأديب زوجته وضربها أما المادة ثلاثمائة وثمانة وتسعين فهي تعفل مغتصب من العقوبة بحال زواجه من الضحية والمادة أربعمائة وتسع والتي تخصه جرائم غسل العار فهي تسمح لأي أحد من أفراد الأسرة بقتل المرأة تحت حجة غسل العار وفقا للأعراف والتقاليد عبر تخفيف الحكم من ثلاث سنوات السجن إلى أحكام موقوفة التنفيذ في حال عدم ارتكاب المتهم لأي جريمة مسبقا ومع استمرار سريان هذه المواد القانونية وغياب قوانين حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة تبقى حواء بين مطرقة آدم والسندان التشريعات